للمزيد من المتابعة والتحليل عبر سكاي بنضم إلي من الخرطوم السماني عبدالله رئيس تحليل الحاكم يوسيد السماني أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية هل بات لدينا الآن تصورا واضحا لما يدوروا في السودان بعد أسبوع من القتال أستاذ عبدالله السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير ونجمنا عيد سعيد لكل أمة العربية والإسلامية هو للسودانين على رجل القصوص حقيقة الاشتباكات ما زالت داها أستمر رغم إعلانة قدنا الثلاث مرات ولكنها لم تفعل في وقف القتال وإطلاق النار اليوم صباحا يريد نظافة نعم عدرا انتفضل لأنه يبدأ هناك تقطع في الاتصال تفضل نعم حقيقة أبنالك قوات البرلية انتشرة منذ الصباح لتنسيق الاحياء السدنية من القوات الدعم السريع التي ظلت منتشرة منذ انتلاع القتال القتال في يوم السبت الماضي اتخذت هذه القوات الاحياء السدنية والبيوت المواطنين مغارن لها لتنفيذ عملياتها العسكرية اليوم صباحا ومنذ الفجر اضمت القوات المسلحة عملية الكرامة التي بموجبها تجاه جارة كل القوات البرلية وقوات المشاة صيح على الأقدام لتنظيف الاحياء من وجود المتمردين وموليشها الدعم السريع حيث نجحت هذه القوات في تنظيم العديد من قوة وأوامق القوات الدعم السريع في الاحياء خاصة من منطقة كاكوري حيث قالت القوات المسلحة انها قامت بتنظيم منطقة كاكوري حيث ظلت هذه المنطقة من الاحياء وهذه الحاجة من الاحياء التي تستولى عليه القوات الدعم السريع طويلة السبعة الأيام الماضية في المنطقة من المشهد العام هناك حزن كبير جدا خاصة في أول عيام العيد حيث لو يتحمل مراقبين السودانيين في هذا العيد يوجد كثير منهم براقبار، يوجد كثير منهم بلا أموة، يوجد كثير منهم بلا علاج هناك حالة من الحزن عملت كل أنحاء السودان حيث هناك قوصل كثيرة، فقد أحد أبنائها أحد القوصل فالوضع حقيقة أن هذا العيد جاء مختلف تماماً على الأحياء السادقة حيث عملت كل أنحاء السودان ولم يهنى الأطفال ولم يهنى المواظمون بهذه المناصب العظيمة هناك دعوات صادقة من قوى السياسية للمواظمين أن تكون هناك حقاً هناك حقاً لأيام العيد الثلاثة ولكن يبدو أنه ليس هناك حقاً وستظل هذه الحرب الصمرة وستظل الأصوات الغماعة وستظل الأحياء كثير من الناس هناك يعيشون حالة من هنا ولم يتعلموا بهذه المناصبة العديدة طيب العديد من دول العالم بدأت تتحدث عن مسألة إجلاء رعاياها أنها تفتعد إما أنها ترسل أو سترسل أو ربما يكون لها مفاوضات مع دول مجاورة التي ستنصق لها مسألة إجلاء رعاياها إلى ما يشير ذلك أستاذ السماني هذا يشير أن هناك لا تهدار العملية العسكرية مستمرة لا تهدار القوات المسلحة تكون بعملية تنصير حيث أن كما ذكرت بحل القوات الدعم السريع ربما منتشرة بالأحياء وليس تدراجل بالمعسكرات حول المغار التي تكون بعيداً عن سكرة المواطنة كثير من هذه القوات ربما منتشرة بالأحياء الأمر الذي يصعب مهمة قوات المسلحة بحسن المعركة في أسرع وقت فلذلك من الطبيع جداً أن تنجح تلك الدولة إلى إجاب مصر لإجلاء رعاياها أو تأمينها ولكن حسب البرارات السابقة الذي صبر القمس من القوات المسلحة السودانية وأنها على استعداد بحماية المغارة المحتاجة الدماثية وكثير من المواقع السراتيجية هذا الأمر حقيقة أنه يؤشير إلى أن لا تظهر العمليات العسكرية مستمرة ولكن ليس كمالكة قدنا كما أقول بارد المجتمع التالي بارد المجتمع السياسية أن تقول كمالكة قدنا أن تلقين ساعة لكن يبدو أن الأمضاء لم يبدو على أرض الواقع حيث تؤذل الأفراد المتناجعة تريد أن تقوم السيطرة وتريد أن تحقق مصر بالمجان لكن المجان يبدو أنه تحول إلى حد شوارع هذا الأمضاء صعب جداً لأقوات المسلحة تنبيس هذه المهمة لإنجاز مهامها دون أن تحقق مصرحة خسائل المسلحة حيث أفضل حدث ومع ذلك التقليد الذي يدخل من الصح العالمين طيب أستاذ أستماني يعني في ظل هذه التطورات الصعبة والمتسارعة أسبوع صعب عاشه السودانيون ما زالوا يعانون في إطاره مشاهد لن تغيب عن الذاكرة لا التاريخية ولا الإنسانية للسودانيين ربما ويمكن للعالم هل من مخرج لما يدور في ضوء هذه الاشتباكات المستمرة؟ المخرج يمتد في ضرور أن يكون هناك توافق ضرور أن يضعوا الصدانيين في مواقع به حيث أن هناك الاختلاف السياسي مع أن تغيير تغيير المجلس المدد والتغيير تغيير الكثرة الديوقراطية فإن لم يتغفقها هؤلاء فلم يكون هناك الاستقرار الخضر هي الحيث ترجمة نانسي قنقر الإجتماعات التخميح أمبر